دلوقتي احنا المفروض نبتدي نتكلم في الجانب الرابع من جوانب الـ knowledge area الرابعة من knowledge areas بتاعة الـ project management وهي الـ human resources resources management. قبل ما ابتدي اتكلم في اليوم الـ resources management بحب الحقيقة اعمل خروجة كده على جنب. ظاهريا ما لهاش علاقة بالـ project management خالص وانما بتمس حياتك انت و بتمس اهتماماتك انت في الفترة الجاية ان شاء الله. انت المفروض عندك امل في يوم الايام ان انت تقدم على وظيفة وتبتدي تشتغل وتبتدي بقى تكسب فلوس صرفنا كتير على التعليم كفاية كده. عايزين نبتدي نستفيد من التعليم اللي تعلمناها. فاعتقد ان انت هتقدم على وظيفة ان شاء الله. راببلي هتبتدي في خلال الشهور الجاية دي تجاهز الـ CV بتاعتك. بتدي تبعتها في اماكن وتقول يا جماعة انا هتخرج ان شاء الله في مثلا شهر سبعة 2021 او لو عايز تشتغل في اثناء الدراسة في الفترة الجاية بتقدم الـ CV بتاعتك وتقول ان مع الدراسة وانا بحب جدا على فكرة الناس اللي بتشتغل وهي بتجرس. آآ ليس ان اللي ما بيشتغلوش وحشين. اوكي? انا شخصيا في اثناء الدراسة ما كنتش بشتغل. آآ لكن الحقيقة يعني باوكلنا اعزاز شديد جدا للناس اللي هي بتشتغلت في اثناء الدراسة آآ لازبق مختلفة يعني بس بحبهم. المهم. آآ حضرتك دلوقتي هتقدم على شغلانا. وارد جدا ان انت يجي لك آآ دعوة ان انت تعمل انترفيو. مش كده اللي ايه? وانسغلت لك الدعوة انك تعمل انترفيو وتروح وتعمل انترفيو وتتشايد كده على سنة عشرة. اوكي? وتروح تعمل الانترفيو بتاعك وتروح وترقع بقى ايه ان انت هتتاعمل في الشغلانا. اولا اول خبر سيء. احب اقول لك ان انت فرصتك بعد الانترفيو اقل من خمسين في المائة. ببساطة شديدة بقى دواية. هي ان انت حضرتك دلوقتي لما هتتقدم على الشغلانة دي في الغالب انا باعملك انترفيو. ايه بقى بعمل الانترفيو على الاقل الواحد تاني. وممكن يبقى اكتر من واحد. فلو فيه واحد تاني بس بعمل له انترفيو يبقى انتو اتنين هختار منك واحد. يبقى بتاعت ان انت تكون الواحد ده قد ايه? خمسين في المائة. مش كده? يبقى انت بعد الانترفيو بتاعتك دايما خمسين في المائة او اقل وغالبا ما هي اقل من خمسين في المائة. يعني اغلب تظن ان انت ايه? هيتقلك مش شكرين يا هندازة. مش عايزين منوشك حاجة. صح كده ولا غلط? طبعا مش يقوله لك بالشكل ده يقولك بشكل كده محترم ومقدم. ده اذا ردوا عليك من اصله يعني. اه وانت كنت راجل كويس وكل حاجة وزي الفل ومفيش زيك اتنين. بس اللي انا واحد احسن منك فاخرناك. اول حاجة للأسف وهنا ده بقى النقطة اللي انا بحب اتكلم فيها. اول حاجة هتخطر في بالك وفي بالناس كتير هي ان الشغلانة دي ما جتليش عشان كان فيه واسطة. صح? اوكي? للاسف الكلام صح يا عبد الرحمن. للاسف ان ده ايه? ده اللي بيخطر على بال اغلب الناس. اه طيب. فعالا نتكلم على الواسطة. وانا مبدئيا كده اشتبع عارف ان اريح فين? انا حاول اثبت لك ان الواسطة دي مش بتضرك. وساعات كمان بتفيدك. الواسطة اللي بتضيع منك الشغلانة حاجة من اتنين. يا مضرطكشي. يا فاددة. اوكي? بركز معاك. تعالا نتخيل عالم مش وهمي بقى. عالم واقعي شوية. انا عندي شغلانة وعملت اعلان. وناس اتقدمتلي. اتنين. ميستر اكس و ميستر واي. اوكي? الاتنين من السيفيز بتاعتهم. ليت ان هما مستقاهم ممتاز. كويسين جدا في السيفي. اه قمت جايبهم الاتنين وعملت لهم انترفيو. اوكي? وبعد الانترفيو كمان مستر اكس و مستر واي تقدرهم كان تقريبا زي بعض. طبعا مفيش اتنين زي بعض مية في المية. وانما ده احسن في حاجات وده احسن في حاجات وقوحش في حاجات. اختار مين? صح صحوا معايا بقى. عشان الكلام اللي هقوله ده هيفتح خناءات. اوكي? اختار مين? بالله من الكلام اللي انا قلته دلوقتي المفروض ان انت تكون استنتجت. ان ما فيش واحد منهم افضل من التاني. وبالتالي انا امسك كوين كده. جنيه واقوم ضربه. حلوة بقت الكوين دلوقتي يجنيك انزا ما نقرش. اه جنيه اقوم قلبه. ملك ولا كتابة? ملك اخد مستر اكس. كتابة اخد مستر واي. وكده انا ما ظلمتش حد وكله زي الفن. مش كده? قبل ما اعمل الكوين دي جات لمكالمة التليفون. قالوا ازاك يا محمد? اهلا عوضين ازاك يا حبيبي اخبارك ايه? ازا صحتك? فينك? ما شفتكش بقى لي زمان. اه انا عندي شغلانة جديدة. كنت فاتح فعلا اعلان. وفي ناس تقدمت. ده تعرف حد? ايه ده? ابنوختك? بجد? ابنوختك جيه وتقدم في الشغلاء في الاعلان ده? طب والله كويس قوي مين? اسمه ايه اكس? طيب. اه? على فكرة اكس ده كان انا شفته فاكره كويس ده رجل من الناس قويسين فعلا. فعلا. طيب خير ان شاء الله. ربنا اللي يعمل فيه الطيب. ربنا يعمل فيه الطيب. اوكي? شوفك على خير حبيبي وما تبقاش اخر عليك كده في الكلام. اه? نفسنا نتقابل. كل سلام ده ضيب. مع سلامة مع سلامة مع سلامة. اخد مين? اخد اكس اللي اعرف خاله ولا اخد واي اللي ما عرفش عنه حد. يا جماعة الاصلح في الوقت ده ان انت تختار اكس. مش واي. ليه? اولا احنا قلنا قبل كده ان انت المفروض بتختار الناس يشتغل معك. بناء على حاجتين ما ينفصلوش. الكفاءة والثقة. مش كده? من نسبة الكفاءة انت قيمتها من الناحية الفنية من خلال السي في ومن خلال الانترفيو. والاتنين بالنسبة لك كانوا متساويين لدرجة ان انت كنت هتعمل تص بكوين. مش كده? يبقى الاتنين بالنسبة لك في الكفاءة متساويين. من ناحية الثقة انت لا تعرف ده ولا تعرف ده. فالاتنين كان يعني شكلهم كده كويس. لكن ما تعرفش حقيقتهم فين. طح? بينما انت معرفتك المسبقة بعواضين اللي كلمك في التليفون وكونكو صحاب قدام او في معرفة قديمة. اه غالبا معرفة القديمة دي بتبقى مبنية ان انت عندك درجة من درجات الثقة فيه. وهو بيكلمك على بنخطب. اللي هو مربيه او بيعمله وبالتالي هنا المفروض ثقتك مدى ثقتك بعواضين اللي كلمك في تليفون ينعكس على اكس اللي انت ما تعرفوش. اوكي? فهنا بقى فيه درجة من درجات الثقة في مستر اكس. ادي اول نقطة في حق مستر اكس. تاني نقطة. تاني نقطة هي ان انت دلوقتي بافتراض ان انت اكس و واي دول ما تعرفوش. الاتنين كده ولا كده عندهم فرصة متشابهة ان يعملوا معاك حركات وحشة في الشغل ولا لأ? اوكي? يضيعوا عليك حاجة يتسبب بولك في الخسائر او يعملوا حركة ااااااااااااا يعني فيها قلة امانة او 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 او. كل ده وارد مع التأكيد العام بان اغلب الناس كويسة بس حتى كويس ممكن يتسبب لك في حاجات ايه ويضيع عليك. مين فيهم اللي عندك فرصة اكبر خلي بالك nothing is true. اه مين فيهم اللي عندك فرصة اكبر ان انت تجيب حقك منه? اكس. اكس? اشتغل ايه? يبقى ده التاني نقطة في حق اكس. يبقى اكس ده وقت. عندك فيه ثقة بتنعكس بالتبعية بمعرفتك بخالو. وفيه كمان ان هو تقدر تجيب حقك منه لو كان عليك حقك في حاجة. اوكي? يبقى هنا ميستر اكس واخد نقطتين. يجي النقطة اللي نبهنا لها سيد ومش فاكر مين تاني? اه ان لأ طب ما ممكن يتدلع علي في الشغل او ممكن بقى اه ما انا جاي عشان خالي يبقى ايه يبقى لي دلال على اه صاحب الشغل فهطلع عن اللي جابوه. اوكي? ايه نقطة سلبية. اوكي? فلو جيت بص هو له نقطتين ونقطة وكله كده لايه? فازا كان نقطتين ونقطة لو واحدة شلت واحدة يبقى فاضل ايه? يبقى انت الآن يفضل لك نقطة فاضل. يبقى مازال اكس هو اللي كفته ارجح. اوكي? كده كده ان انت بتشغل حد عندك دي بطيخة مقفولة ما تعرفش هتطلع حمرة ولا ارها. اوكي? يبقى هنا لو انت لو انت لو انت مستر اكس او انت لو انت سوري بقى لاش مش انت مستر اكس بقى لو انت مستر واي او ميس واي اوكي? والشغلانة ضقت منك بقاتش ليه الشغلانة اللي ما جتلكش دي ما خسرتكش حاجة او ما خدتش حاجة اه من حق. بافتراض ان انت اساسا لك حق في ان انت تشغل عنه. اوكي? ما خدتش حاجة من حق. طيب. يجي بعدها كيس تانية قريبة منها قوي وهو ان بافتراض ان انا اه 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 احسن من اكس بس السينة صغير. يعني واي ناين بوينت وان مسلا واكس ناين بس او ايت بوينت ناين. يعني الاتنين قريبين من بعض مع رجحان شوية في كفة وان. خدها مني مازال الاحسن في الحالة دي انك تاخد اكس. اكس مازال كويس. اوكي? اكس مازال كويس. حط ايه? عشرة خطوط تحت كلمة كويس دي. يمكن واي احسن منه شوية صغيرين. بس نقطة الثقة او نقطة ان انت تعرف تجيب حقك منه. اللي جات على اه اكس. خلت اكس مازال هو الاحسن بالنسبة لصاحب الشبط. اوكي? لغاية كده انت مخسرتش حاجة. ومخسرتش حاجة. مش كده? هتروح تظهر على الشغلات تانية. نيجي بقى لو انا صاحب الشغل. وما يهمنيش الكفاة. انا يهمني مين اللي اعرف له حد. اللي اعرف له قريب. اوكي? يبقى النهاردة لو مستر اكس ده زي الزفت او نص ونص اي كلام اي حاجة. ومستر واي ده كويس. لمجرد ان اكس انا اعرف خاله. هاخده واسيب واي. اوكي? لو احنا في الحالة دي. يبقى لو انت مستر واي. انت خسران او كسبان? ده سؤال. ولا نيوترون? طيب. خلونا انا اقول لك واجهة نظري. انا واجهة نظري ان انت لو انت مستر وايج. والشغلانة دي ما جات لكش تحت الظروف اللي انا قلت لك عليها دي. يبقى انت بالتأكيد كسبان. مش خسران. مش نيوترون. ازاي? بص للجانب التاني. لو انت كنت دخلت الشركة دي. الشركة دي اللي صاحبها بيعين الناس عنده. بناء على الوسطى بتاعته او المعارف بتوعه. بغض النظر عن كفقه ولا ما فيهوش كفاءة خالص. دي شركة خربانة. دي مزبالة. لو انت كنت دخلت المزبالة دي. انت كان هيتطلع عينك. ما كنتش هتتعلم حاجة. والشغل كان كلها هتدلق على دماغك. وزائد ان اي مشكلة تحصل مين اللي هيلبسها? اللي معه وسطة او اللي معهوش? اكيد اللي معهوش. فانت كنت هتبقى لابس ديئة ديئة ديئة. انت مما صاحبت انت كسبان جيدة. انا صحي عملت بليع فلوسي. اوكي? بضيع فلوسي. ليه? لان انا بجيب ناس عندي تشتغل مفيش عندها كفاءة وبالتالي شغلي خربانة. للاسف ان فيه شغلانات كتير هتلاقيها كده هتلاقيها بتكسب برضو. بس بتكسب بايه? بتكسب بالسطفة. اوكي? وبتكسب اقلب كتير من اللي ممكن تكسبه لو ان الناس اللي عندها اللي بتشتغل فيها ناس عندها الكفاءة الكافية والمطلوبة لاداء العمل. خلاص? بيبقى بالتالي حضرتك دلوقتي كسبت. فيه كلمة قالت اتكررت اكتشولي من اكتر من واحد انه كده خد حقي. لا ده مش حق. مبدئية. اوكي? انت ملكش اي حق في اي شغلانة. خلاص? ليه? دي فلوسي. انا حر. اشغل فيها اللي انا عاوزه. انت ملكش حق في شغلي. ملكش حق في شركتي. خلاص? لانت ليهك حق في مرتبك اخر الشهر. انت داخل موظف. اوكي? حقك ايه? حقك تاخد اللي اتفقنا عليه. مرتبك اي رعاية بديها لك. اه مواصلات لو بغطيها لك. ادي حقك. غير كده انت ملكش حق في الشغلانة اساسي. فكلمة حقي دي شلها من بالك. انت ملكش حق في اي شغلانة. اوكي? انت بتروح تشتغل في شركة حقك هو اللي اتفقت عليه. يبقى بالتالي انت محدش خد منك حقك. نقطو منشن ان دي فلوسي. انا حر فيه. اوكي? لو دخلنا لو تفضلنا برضو لسه في القطاع الخاص زي ما احنا. وروحنا على كيس رابعة. وهي الكيس بتاعت ان انا اه مش صاحب الشغل بقى. ده انا بتاعت شغار. صاحب الشغل مفوضني ان انا اعمل عملية التعيين دي. وانا بعمل عملية التعيين للناس اللي هيجوا يشتغلوا عندنا بل برضو ايه? بمكالمات التليفون. المعادة. بس. ما يهمنش كفاءة. ده ازا كان الاولاني صاحب الشغل. وقلنا عليها مسبلة. يبقى دي ايه? ده صاحب الشغل. طرطور. صاحب الشغل في الشركة دي طرطور. اوكي? يعني الشركة خربانة خربانة. بايزة مما جميعا. اوكي? ما فيش ده كلام فارغ. يبقى انت ده انت لو عارف كده وان الوسطى هتجيب لك انت الشغلانة في الشركة دي. خد دي لك في سنانك واهرب يا ولت. ما تقعدش. اوكي? حتى لو انت صاحب كفاءة. لان انا كايدش اربع ايد خاين للامانة. ده انا جوهنم وبيقص المصير. انا كده خاين للامانة. اوكي? انا مؤتمن على ان انا اعين في الشركة دي الناس اصحاب الخبرات واصحاب الكفاءة اللي يقدروا يقدروا العمل بطريقة كويسة وبالكفاءة المرطوبة. ومع ذلك صاحب الشغل اللي انه طرطور مش عارف يتبعني وهسببني بعمل اي كلام فارغ والشركة عنده هتبقى بيت تأكيد مزبلتين مش مزبلة واحدة. اوكي? القطاع العام بقى نعمل في ايه? ده القطاع الخاص. القطاع العام. القطاع العام بقى ممكن تتداعي ان انت لك درجة من درجات الحق. باعتبار ايه? باعتبار ان في قوانين منظمة والقوانين دي المفروض تمشي عليك زي ما تمشي على غيرك. ودايما القوانين بتتكلم بايه? على ايه? بتتكلم على ان احنا عايزين الكفاءات مش عايزين الناس اللي عندها وصائف. اوكي? بس. اولا عشان بس قبل ما اتكلم لازم تبقى عارف ان انا ما بحبش الحكومة والقطاع العام من اصل. ما بحبش الشغل فيهم يعني. اوكي? خوف. فانا ممكن اكون متحيس شوية ضدهم. اوكي? لكن برضو للامانة لازم اقول لك ان انا قبلت ناس بتشتغل في قطاعات حكومية وبتشتغل في قطاعات لا بسماء قطاع العام. اوكي? ناس الحقيقة فعلا يستهلوا الواحد يبوس على قديهم ويقول لهم يكتر خلكو وربنا يكتر من امثال. اسمه متازة وزي الفل. ويعني فعلا امثلة جميلة جدا جدا جدا. بس للاسب برضو ان دول الاقلية. اوكي? دول الاقلية. مش الاغلبية. خلاص? طيب. يبقى في الحالة دي حضرتك لما تروح وبتاع الاتشعار ما ياخدكش في المؤسسة دي علشان هو عنده حد بواسطة. اولا بتاع الاتشعار ده مش جهنم وبقص المصير. ده حضرتك ده في جهنم. ابليس هيبقى واقف فوق راسه مش تحتيه. اوكي? يعني الدرك الاسفل من النار هيبقى هو اللي واقف عليه كده وشايل فوقي جهنم كلها. ليه ده بيكون امانة مية مليون بني ادم. مية مليون بني ادم اقتمنوا على اموالهم وعلى مصالحهم وهو خايل لامانة المية مليون. تروح بقى تشتغل فيها? ايه اللي انا قلته على مدار الحوالي عشرين ديئة اللي فاته دول او خمس وشر ديئة اللي فاته دول? انا كنت بحاول اوصلك صورة الصورة دي مغزاها ببساطة شديدة هو ان الوسطى اللي بتتكلم عليها او اللي بنسمع عنها حاجة من اتنين. يا ما خسرتكش حاجة يا رجعت عليك بالمصلحة. ما خسرتكش حاجة لو ان انت متساوي مع الاخرين لكن واحد تاني لو معارف رجحوا كفته وارجوا ان احنا نكون مش مختلفين كتير على ان ده ما فيهوش اي حاجة وحشة بالعكس دي حاجة من الحاجات اللي كلنا هنلجأ لها بشغلنا ودايما بفضل الناس اللي عرفها على الناس اللي ما عرفهاش للاسباب اللي قلنا عليها. وفي الجانب الاخر لو ان الوسطى دي خدت واحد اقل منك كفاءة. وده العادي بيحصل في المؤسسة دي. يبقى انت احسن لك انك مش شغلتش فيها. اوكي? ده الكونكلوجين اللي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة